اهلا بكم الى المساء اظهر استطلاع نجرة وكالة رويترز ان الاقتصادات الخليجية قد تنمو بوتيرة اسرع خلال العام المقبل وذلك رغم تراجع اسعار النفط كما لا يبدو ان التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة تلقي بأي ظلال سلبية على وتيرة النمو في ظل ما تتمتع به بنية الاقتصاد في المنطقة من مرونة وقدرة على التأقلم قبل فتح حوار حول هذا الملف لنتابع اولا هذا التقرير توقعات متفائلة بوتيرة اسرع للنمو الاقتصادي في دول الخليج خلال العام المقبل احتمالات النمو الاقتصادي تصعد رغم الانخفاض في اسعار النفط والتقلبات السياسية والامنية التي تمر بها دول الجوار تقديرات عدد من الخبراء الاقتصاديين البارزين اشارت لزيادة معدل النمو في الدول الخليجية بفضل زيادة في نشاط القطاع الخاص حسب هذه التقديرات يتوقع نمو اقتصاد السعودية على سبيل المثال بنحو 4.3% العام المقبل مقارنة بـ 4.2 عامي 2014 و2016 ويرى الخبراء ان انخفاض اسعار النفط لن يؤثر في النمو الاجمالي للدول الخليجية وان القطاع الخاص قادر على تعويض النقص في اسعار النفط والغاز وشهدت اسعار النفط خبوطا ملحوظا منذ يونيو الماضي بحوالي 20 دولار للبرميل ليستقر السعر عند نحو 96 دولارا اما بالنسبة للتقلبات السياسية في منطقة الشرق الاوسط فيرى الخبراء ان تأثيرها سيكون محدودا ووقتيا غير ان هذا الوضع الاقتصادي المستقر لا يمنع حاجة الدول الخليجية لتدعيم القطاع غير النفطي من اجل تحقيق النمو المستدام ووفقا لتقرير اصدره صندوق النقد الدولي تحتاج الدول الخليجية لتغيير محفز البناء الاقتصادي من خلال تشجيع القطاع الخاص وتحفيز المؤسسات للتوسع لابعد من السوق المحلية والسعي لخلق فرص تصدير جديدة بداية نرحب بضيفينا في المساء ينضم الينا من الرياض مساعد مثل المملكة لدى الصندوق النقد الدولي سابقا والخبير في اقتصادات دول المجلس الدكتور عبد الرحمن الراشد العبد اللطيف وينضم الينا من دبي الخبير الاقتصادي السيد سمير السعيفان ويمكنكم ايضا المشاركة في الحوار من خلال طرح سيلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك بداية ابدأ مع الاستاذ سمير السعيفان الخبير الاقتصادي استاذ سمير شاهدنا التقرير وايضا الوضاع العامة الاقتصادية اسألك هنا عن ارتباط طبعا تطورات سياسية في المنطقة الى اي درجة تؤثر على الاداء الاقتصادي الا ابرز التطورات الاقتصادية هو الحرب على داعش التي تشتعل الان ويتوقع ان تمتد لا نعلم الى متى يعني يقدرون ثلاث سنوات وهذا امر لا يمكن التنبؤ بتأثيره على الاقتصادات كيف سيكون والى اي حد سيكون بشكل سلبي يعني هذا هو الامر الابرز طبعا اضافة الى التوتر الدائم بمسألة ايران والمفاوضات معها ولكن الحرب على داعش هي الامر الابرز حتى الان طبعا هو يؤثر بشكل كبير على اقتصاديات الدول في العراق وسوريا ولكن يخشى ان تتصاعد وقد تصل تأثيراته السلبية على دول الجوار حتى الان لا يبدو الامر كذلك لم ينتج اي اثار على دول خاصة دول الخليج فما زال اقتصادها مستقر وهناك تفاؤل بان يكون العام القادم ايضا نموه جيدا كما هو هذا العام ولكن طبعا داعش تهدد انها ستنقل الحرب الى دول المنطقة ودول الجوار ونعتقد انه سيكون من الصعب عليها ذلك ولكن تعليقا على التقرير بسرعة يعني النمو في دول الخليج التي تعتمد على النفط بالدرجة الرئيسية رغم وجود قطاعات اخرى تعزز ايضا النمو ولكن تعتمد الى حد كبير على مخرجات من النفط لا يمكن ان يتحقق اذا تراجع السعر ما لم يزد تزداد كميات الانتاج رغم ان الاسعار ضمن الاضطرابات السياسية اذا زادت لا يتوقع ان تتراجع يتوقع ان ترتفع والسعر تقريبا يعني يعلو ويهبط حول مئة دولار الى حد ما يعني صار له مدي مستقر بهذا الشكل استاذ سمير انا سأعود اليك في موضوع النمو في يعني زاوية خاصة انتقل طبعا معي ايضا دكتور عبد الرحمن راشد دكتور عبد الرحمن مدى ارتباط المؤشرات الاقتصادية في المناخ السياسي المتغير لو تحدثنا عن هذا الاطار شكرا شكرا استاذ ماجد احييك واحيي السادة المشاهدين واشكركم على الاستضافة لا شك ان التطورات السياسية التي عصفت بالخليج من خلال العشرين عاما او الخمس عشرين عاما التي مضت ابتداء من حرب العراق ايران وحرب العراق الكويت وتغيير النظام بالعراق لا شك انه اثر على اقتصاديات دول مجلس التعاون وعطل كثيرا من خطط التنمية وتأخرت المنطقة عن الاستهداف الذي كان مرسوما في اهدافها التنموية سنوات هذا امر محسوم ولكن ما يجري الان قد يكون مختلفا الى حد ما لان الاوضاع انا اعتقد ان الحرب لن تصل لهذه المبالغة التي التي وضعها الاستراتيجيين في الغرب انها سوف تمتد ثلاث سنوات انما هناك تهويل للامر واعطي اكثر من حجمه لاغراض سياسية غربية لاهداف اقتصادية لانعاش اقتصاديات الغرب انا اعتقد ان هناك تداخلات في العملية اكثر منها حرب انما هي سياسية اقتصادية في المقام الاول ولا اقلل من التهديد الذي سوف يحصل من داعش ومن 17 فرقة ارهابية موجودة في العراق هي ليست داعش داعش لوحدها وانما هناك اكثر من 17 ميليشيا ترعاها ارهابية ترعاها ايران داخل العراق لماذا فقط داعش او داعش هناك الحوثيين هناك حزب الله كل هؤلاء ارهابيون لماذا فقط نحارب تكون الحرب انتقائية على على ارهاب واحد او فئة واحدة لماذا لا يكون هذا الحرب على الارهاب ككل حتى يقضى على الارهاب لكن الماء قرأه من خلال التوجهات والتصريحات التي حصلت خلال السابع الماضية ان الغرب لا يحارب الا الارهاب الذي يهدد مصالحه اما الارهاب الذي يخدم مصالحه هناك تغاضي عنه وهذا هو الخلل في المعادلة التي ارجو ان تدرك من قبل القيادات العربية والعالم العربي من اجل الضغط على الغرب المساعدة في المحاربة الارهاب ككل وليس ارهاب واحد نعم سيد عبد الرحمن دعنا لا يعني نذهب بعيدا عن الشأن الاقتصادي فقط اسأل سيد سمير اذا كانت تقارير تتحدث عن تحسن في النمو رغم تراجع اسعار النفط السؤال هنا كيف ولماذا يعني قد يكون هناك اداء للقطاعات الاقتصادية الاخرى يعني حيث اصبحت اقتصاديات بلدان الخليج وخاصة السعودية والامارات فيها قطاعات اخرى تشكل جزء لا بأس به يصل لاربعين بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السياحة وفي الصناعة وفي القطاع المالي اداء هذه القطاعات قد يعوض بشكل او باخر بعض التراجع في قطاع النفط ولكن اعتقد اذا انخفضت الاسعار دون ان تزداد الكميات وهذا امر ليس ايجابيا طبعا سلن يكون من السهل تحقيق هذا الامل الذي قيل اربع ونص او تصل الى خمس في المئة وبالتالي قد يبني كون الاقتصاديون بنوا توقعاتهم على ان انخفاض اسعار النفط هو مرحلي وقد يرتفع خاصة اذا اخذنا اليمن مرورا بالعراق وسوريا ولبنان ايضا فالمنطق وايران فالمنطقة بشكل عام فيها اضطرابات سياسية والاضطرابات السياسية دائما تؤثر بتدفع اسعار النفط الى الاعلى فقد تكون مجموعة هذه الديناميكيات مجتمعة تؤدي الى اداء اقتصادي ايجابي ولكن من ناحية اخرى اذا تصاعدت الاوضاع السياسية فسيكون هناك تأثير سلبي على قطاع السياحة وخاصة لبلدان تعتمد على اصبح يشكل السياحة جزء منها قد تؤثر سلبا على القطاع المالي ايضا اذا تصاعدت وبالتالي هذا الامر يجب ان يؤخذ بالحسبان عندما يقيم الاقتصاديون تقديراتهم للنمو في الاعوام القادمة السيد عبد الرحمن بالحديث عن موضوع مواجهة الارهاب وهذه الحرب طبعا على داعش في التزامن مع هذا الموضوع الى اي درجة تتأثر الاجراءات التي تتخذها الحكومات ضد طبعا مواجهة الارهاب وهذه الامور في الضغط على الاقتصاد وكبح نمو هل يتأثر لا شك ان الاقتصاد سوف يتأثر من جراء الحرب على الارهاب الحرب على الارهاب هناك انفاق انفاق مالي يتفاوت على حسب الحرب وحجم الحرب على الارهاب والارهاب بحد ذاته وجود الارهاب لا شك يؤثر على الاقتصاد هروب الاموال للخارج هذا يعتبر من الاثار السلبية للارهاب توقف كثير من المشاريع لان الدولة في حال خاصة الدولة التي ليس لديها احتياطي سوف تضطر الى وقف اوقاف كثير من المشاريع من اجل الانفاق على الحرب على الارهاب هذا شيء طبيعي ان يكون فاتورة الحرب على الارهاب تقتص من الاموال المخصصة للنفاق على المشاريع وبالتالي له تأثير على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر نعم سيد سمير خارج اطار العملية السياسية ما هي المعطيات التي هي تعتبر الاكثر تأثيرا على النمو الاقتصادي يعني اذا تتحدث عن بلدان الخليج قد تختلف عن بلدان مثل سوريا والاردن ولبنان لان مكونات الاقتصاد الوطني بين ان يكون اقتصاد صناعي وقائم على خدمات وزراعة وبين اقتصاد يلعب النفط فيه بدرجة رئيسية اذا عرجنا على تأثير الحرب على داعش وما يحدث هناك على اقتصاديات العراق واقتصاديات سوريا التي هي مسرح العمليات فالتأثير كبير جدا لانه اذا عرجنا بسرعة التكلفة الحرب عموما هناك تكلفة العمليات بحد ذات ويقدرونها الان بواحد مليار ويبالغون بهذا الرقم احيانا الى اثنين مليار وكما ذكر ضيفك من المملكي فنعم هناك مبالغة لغايات محددة سياسية واقتصادية منشآت ونحن نرى ذلك اضافة الى التأثير غير المباشر على القطاعات الاقتصادية كهروب الناس وهروب الكادرات وهروب الاهالي وبالتالي هروب الاستثمارات وجمود القطاعات الاقتصادية بشكل عام هذا طبعا بسوريا هناك كارثة وليست فقط تأثيرات ولكن حتى في العراق عموما سيكون هناك تأثير سلبي جدا هذه التأثيرات عموما لابد ان اذا تفاقمت واستمرت وتعمد الغرب ان يطيل الحرب على داعش لأسباب تخدم مصالحه كما تفضل ضيفك من المملكة فان الاسر سيكون ايضا سلبي على حتى دول المنطقة ككل بما فيها دول الخليج وبالتالي المكونات النمو بشكل عام هو الاداء الاقتصادي للقطاعات بشكل عام الاسعار المبيع هذه المنتجات بشكل عام والى اي حد تستطيع هذه الاقتصادات ان تبادل مع العالم تبادل متكافئ يعود عليها بريع افضل وهذا يشمل الزراعة والصناعة وقطاعات الخدمات بشكل عام والقطاع الحكومي الذي يسهم ايضا بجزء من الناتج المحلي الاجمالي زاوية اخرى سيد عبد الرحمن ايضا هناك توقعات وهذه التوقعات ايجابية في منطقة الخليج ما العوامل التي تستند اليها وما العوامل التي قد تؤثر عليها مستقبلا ايضا انا لا اجد انا لا اجد عفوا انا لا اجد هناك ايجابيات في هذه الحرب على دول الخليج بانا بعيدا سيد عبد الرحمن بعيدا عن نطاق خارج السياسة الآن نتحدث عن مؤشرات النمو لا تستطيع ان تفصل بين السياسة والنمو والاقتصاد هما مزيج من بعض ولكن انا لا ارى ان هناك فائدة لدول الخليج من هذه الحرب الفائدة سوف تنصب فقط لايران والاسرائيل والغرب الحرب هذه نتيجتها لمصلحة ايران ولمصلحة الغرب ولمصلحة اسرائيل اذا انتهت لن يقضوا على ليس هناك جدية للحرب على الارهاب لو كان هناك جدية للحرب على الارهاب لشملت جميع الارهابيين كما ذكرت هناك السبعة عشر فرقة ارهابية في العراق وهناك الحوثي وهناك حزب الله لا يوجد هناك حرب عليهم الهدف الاساس هناك تضخيم لفصيل من الارهابيين الذين نتمنى ان يقضى عليهم الليلة قبل غد ونتمنى ان يقضى على البقية لان الوضع في المنطقة لن يستقر الا اذا قضي على الارهاب واسباب الارهاب اسباب الارهاب يا سيدي الكريم السيد عبد الرحمن فقط بحوار هذا لا نريد ان نبتعد عن الشأن الاقتصادي وكما قلت لك نحن الان تحدثنا عن السياسة نريد تحدث عن الاقتصاد دعني يعود فقط للاستاذ سمير سمير هذه المعطيات الحالية هل هي مطمئنة وما سبل دعمها وتحدث هنا عن موضوع تحسن في النمو الاقتصادي اذا لم تتأثر منطقة الخليج بهذه الحرب عموما فمكونات النمو الاقتصادي هي معدلات الاستثمار وإلى أي حد تزداد هي العائد على الاستثمار يعني كفاءة الانتاج بشكل عام هي معدلات التشغيل ودخول قوة عمل جديدة هو تأهيل قوة العمل بشكل أفضل هو أداء القطاع الصناعي وإلى أي حد يستطيع أن يسوق منتجاته وبشروط أفضل الأداء القطاع السياحي إلى أي حد نجتزب السواح بحيث نزيد معدلات نمو السياحة هو معدلات النمو القطاع المالي وأداء السوق المالي كل هذه القطاعات كل قطاع هناك مجموعة من العوامل التي تحدد في النهاية معدل نمو هذا القطاع ومحصلة نمو هذه القطاعات مجتمعة تحدد في النهاية معدل النمو الاقتصادي العام حتى الآن أداء القطاع النفطي لا يتوقع أن يتدهور هناك تحسن في قطاع النقل في بلدان الخليج بشكل عام وخاصة في الإمارات ودبي بشكل خاص تحسن في قطاع السياحة تحسن في قطاع الخدمات عموما هذا التحسن ينعكس إيجابا على معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام نقول هذا ما لم تتصاعد الأحداث السياسية بحيث يؤدي إلى تأثير عكسي سلبي وهذا ما لن نتمنى نعم كان معي من دبي الخبير الاقتصادية السيد سمير السعفان وانضم إلينا من الرياض مساعد ممثل مملكة لدى صندوق النقد الدولي سابقا والخبير في اقتصادات دول المجلس الدكتور عبد الرحمن راشد العبد اللطيف شكرا لكما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة